أو تقارير تلفزيونية صعب جدا أنه أرحب وأعرف فيه وهي صدافة غالية علي شخصيا خلينا أرحب بالإعلامي الرائع أحمد شبيب يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الورد ويسعد صباحك لإخلاص فأكيد يسعد صباحك ما رح نزيد على هذا الإطراء الجميل أكثر من هيك وما رح نقدر نثني عليك لكن شرف لأننا تواجدك اليوم ونحن نتعلم منك أكيد خلينا نتحدث أستاذ أحمد عن التجربة التي خطتها في دورة الإلقاء الإعلامي وشيء التي خرجت من هذه الدورة مؤخرا تم عقد دورة لمهارات تركيز الصوت وفن الإلقاء الصوتي كانت هي دورة مدتها أربعة أيام يوميا ثلاث ساعات كانت الدورة بتركز على مهارات الصوت وأيضا فن الإلقاء فكان الموضوع كيف نحن نهتم بالصوت يعني دائما كنت أحكي للطلاب بأنه ما في إنسان على الأرض إلا ما صوته حلو لكن نحن كيف نطوع الصوت وكيف نحن نضغط على مواقع الجمال حتى نعطي الجمالية بالكلمة إضافة إلى كيف أنه نحن نقدر نعطي الحرف وكيف نلون بالكلمة أحمد كان الأشخاص المتواجدين بالدورة كلهم من الأشخاص المهتمين بمجال الإعلام وإلا كانت في أشخاص من خارج هذا المجال الغريب خلاص بالموضوع أنه أنا اتفاجأت أنه ما في غير طالبة واحدة فقط هي عندها برنامج يعني هي دكتورة وبدأت عمل برنامج طبي وما سواء كان كلهم مش إعلاميين ولا لهم علاقة بالإعلام على الأطلاق يعني كان الطلاب تنوعوا ما بين التنويم الإيحائي كانوا عملين دورات للتنويم الإيحائي فمنعرف بالتنويم الإيحائي بيكون طبقة الصوت المعينة حتى يدخل الشخص بالنوم العميق أو بالثبات العميق الشخص الآخر كان عاملين دورات بالتنمية البشرية فكان حابين أنه كيف يتعلموا فن الإلقاء ومخاطبة الجماهير كمان فيه كان طالبة هي أستاذة بالمدرسة وحبت أنه كيف أيضا تعطي الطلاب بصوتها حتى تكون عندها فن الإقناع والتأثير وهذا شيء جديد يعني بالعادة دائما كل أشخاص اللي بيسجلوا بدورات الإلقاء أو ما يخص الأعلام بيكونوا من الأشخاص بهذا المجال تمام وأن هذا استغربت يعني هذا شيء جديد وشيء حلو يعني مؤشر حلو أن الأشخاص حتى اللي مش بمجال الإعلام مهتمين بأنه يشتغلوا عن موضوع الصوت لحتى أنهم يستفيدوا منه لأنه إحنا مش بس نستفيد بمجال الإعلام من صوتنا في أكتر من مجال صحيح أستاذ أحمد طبعا نحن في ما بين يتحدث الإعلام منه ما بين هو مهنة وما بين أنه يكون هو أو غير ذلك فشو رأيك في هذا الشيء؟ أكيد الإعلام يعني أي شخص حابب يدخل بالإعلام يجب أن يعشق الإعلام يجب أنه يتنفس الإعلام بكل تفاصيله فدائما هناك مقولة جميلة جدا أي شيء نضحك عليه بيضحك علينا وأي شيء منعطيه بيعطينا فيجب أنه نحن ندعم الإعلام بكل ما أتيتنا بمنصبنا بمكاننا يجب أنه نحن نبحث دائما عن تفاصيل حتى نكون متنيزين فأنا ضد أنه نكون فقط هي هواية هي أكيد هواية موهبة تسقى الأكاديميا وهي نقطة أساسية جدا مش أنه فقط أنا بشتغل مليون شغلة بعدين بطلع عندي برنامج هوات أو بطلع عليه لا أكيد لا أنا برأيي نتنفس الإعلام نعشق الإعلام ونعطيه لحتى يعطينا لأنه أي شيء نعطيه يعطينا زي الأرض نعطي سماد مهتم فيها تعطينا لكن إذا نحن ما أهملناها أكيد هي حتى أهمل أكيد يعني نحن نشوف على الساحة العربية والعالمية أو كانت الأردنية العديد من الإعلاميين وما كانت تخصصهم الأكاديمية بمجال الإعلام ولكن هم أبدعوا واشتغلوا على هذه الموهبة وهذه القدرة وهذه المهارات الموجودة بداخلهم ونموها وصاروا أسماء تلمع بالعالم العربي يعني موضوع الأكاديمية الإعلامية هي نقطة هامة جدا إذا نحن كان عندنا موهبة نسقلة بالأكاديمية لكن في بعض الأشخاص ما تمكنوا أنه يدرسوا بالجامعة إعلام فبيصقلوا هذا الأشي بالمهارة وأيضا بالخبرة لأن الخبرة بتلعب دور كبير جدا ويعني نحن يوميا بممارسة مهتنا الإعلامية هي بتعطينا سقل أكثر ومتلافق أخطائنا بشكل كتير كبير أكيد الممارس غلب الفارس كما يقال هناك محور يعني هيك هلأ بتصدر أغلب أسئلتنا بدواخلنا وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه هل يحق لمن يرغب ويهوى ويحب أن يكون إعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف اليوم بدنا نفرق بين الإعلام الحقيقي اللي هو يعني كان هيك في مقولة دائما تحكي الإعلام الحديث أو الجديد يولد من أحشاء القديم كيف بدنا نفرق بين هذه المفاهيم يعني بضل هالزخم من المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي كيف بدنا نفرق بين الإعلام الحقيقي والإعلام المزيف أو إذا بنا نحكي هو الدخيل الإعلام الإلكتروني هو جزء لا يتجزأ من الإعلام لأنه اليوم نحن نتكلم عن الإعلام فوسائل الإعلام هي المقرؤ والمسموع والمرئي والإلكتروني أكيد الإعلام الإلكتروني هو نقطة هامة جدا ولكن للأسف الشديد زي ما تفضلتي إنه صار في دخلاء بشكل كتير كبير على الإعلام صار يطلع لايف ويحكي ويعبر وللأسف نشأت ما يسمى خطاب الكراهية وصار في مشكلات كتير كبيرة من وراء هذا الموضوع فنحن دايما بنناشد بموضوع أنه نحن صح إلكترونيا وهذا هو فضاء ليس حر أو أنهم بيحكوا أنه هو فضاء حر لا الفضاء ليس حر بالعكس نحن يجب احترام الآخر احترام رأي الآخر نحن يجب عندما نبث وعندما نعطي من خلال الصفحة الإلكترونية أكيد نكون دارسين مية بالمية إيش هنعطي وإيش هنأثر لأنه نحن ممكن عم يتابعنا مئات الألوف أو ألف أو بغض النظر عن أي شخص فللأسف الشديد يعني يجب أنه نحن نطوع أكثر الإعلام الإلكتروني لأنه للأسف ظهر ما يسمى الهضاب الكراهية ومن بعده ظهرت مشكلات كبيرة جدا وعم نشوف الجرع الإلكتروني كيف عم تكون بهذا الموضوع صحيح أحمد أنت قاعد تشوف في الوقت الحالي توجه بالنسبة للإعلام الإلكتروني على مسات التواصل الاجتماعي هل هي في الطريق الصحيح أم لا يعني البعض أخذها بالشكل الصح والبعض للآخر للأسف أخذها بالشكل الخاطئ يعني كما يسمى سلاح بوحدين فللأسف الشديد نحن اليوم عم نشوف هذا الموضوع أما أو والبعض الآخر أخذها كموضوع تجاري فصار أنه هو عساس أنه مؤثر وصرنا نشوف كيف عميهين الآخرين بهذا الموضوع فيجب برجع بحكي أنه يجب نحن نعرف وين رايحين وكيف رايحين ويجب أن يكون هناك قوانين صارمة لهذا الموضوع لحتى ننظم نحن آلية الإعلام الإلكتروني لأنه نحن اليوم صح بهذه الثورة لكن بعد سنوات أكثر حيكون في انطلاقة أكبر وأكبر للإعلام الإلكتروني أنه هون كان سؤالي لإلك أنه بالمستقبل رح يكون الإعلام بنا نحكي المعاصر والتقليدي رح يندثر مع الإعلام الحديث الإلكتروني هو فعليا خلاص في دراسة بتأكد أنه بعد عشر سنوات كل شي نحن نشوفه كتلفزيونات أو راديوهات حيصير كله إلكترونيا وهذا الأشي بدأ يتطبق بالنيروج فبالنيروج معت في شيء اسمه إذاعات أو على الراديو أنت تغيري بالأف ام صار كيف إما أنت ماشي بسيارتك صار البث على الواي فاي يعطي الإذاعة الإنت فيها فأكيد نحن بعصر التكنولوجيا والقرية الصغيرة جدا التي تتحولت إلكترونيا يعني فعلينا القرية الصغيرة قابت تصغر أكثر يعني قابت نصير نشوف الشغلات على مستوى عالي من التقنية لكن بالنسبة للإعلام أحمد أنت وين بتشوف حالك اليوم من الإعلام يعني أكيد وما أتينا من العلم إلا قليلة فدايما نحن نبحث دائما أن نكون الأفضل والأميز الإعلام هو أنت مسؤولية كبيرة يعني ظهورك خلف الشاشة أو وراء الراديو أو كتابتك على الصحف هي مسؤولية كبيرة جدا أنت شخص عم تأثر بآلاف الأشخاص أنت نقطة وصل ما بين الأشخاص المعنيين والشارع فهي مسؤولية لوحدة أنت بتكون نبض الشارع فهي مسؤولية كبيرة فكلما أنت كنت عم تشتغل على حالك أكثر وكلما كان عندك دراية أكثر وكلما أيضا كنت متواضع أكثر وكنت أقرب للشارع أكيد كلما لك أنت بتكبر أكثر وأكثر وتكون أكيد النجم الإعلام إن شاء الله انتوا الاثنين إن شاء الله عليكم إن شاء الله منك نستفيد منك نتعلم أحمد نرجع لأحمد مش الإعلامي نرجع لأحمد كيف بلشت بهذا المجال مين اللي دعمك مين اللي شجعك لحتى أنك تدخل بهذا المجال أنا سنة أولى جامعة كنت يعني أكيد زي أي طالب حابب إنه الإعلام وكان يدرس أنا خريج صخافة وإعلام جامعة دمشق فكان عندي شغف كبير جدا بموضوع الإعلام وعشق فدخلت على هذا المجال بين خلال موضوع حفلات الأطفال فبديت معاهم بموضوع تقديم الحفلات أول إشي كان عندي أنه رفض إنه كيف أنا بدي أطفال ومأطفال وضجة ووجعت راس إيش بدي فكانت الوالدي الله يرحمها هي اللي دعمتني دعم كبير جدا وحكيت لي أنه عشان أنت تثبت قدرتك وتكون إعلامي ناجح يجب أنك تبدأ من الصفر وأنك تتحمل كل الصعوبات حتى تبدأ أول خطواتك وفعلا بديت بموضوع تنظيم الحفلات وتقديم الحفلات للأطفال كنت كن مع الأطفال بشخصيات كرتونية وكنت كمهرج وغيرها من بعد هذا الشي أعطاني ثقل كبير جدا بشخصيتي وعزز عندي ثقة بالنفس فبديت أبدأ بتقديم الحفلات للأطفال من بعدها اطورت أكثر صرت مع الشركات وبين دي للشركات من بعدها صار على مستوى حفلات على مستوى عربي يعني على مستوى كبير جدا ببيروت بدماشق بالدوخة فكبر موضوع أكثر وأكثر من بعدها عمل دورات بالجزيرة بالدوخة عملت دورة تقديم التلفزيوني والحوار التلفزيوني دورتي اللي أنا عملتها قبل عشر سنوات عملتها هي بدورة مهارات وتركيز الصوت للإعلامي فادي مطر وبفضل رب العالمين نهيني بعد عشر سنوات أنا صرت أستاذ وأنا صرت أعطيها من بعدها أكيد دخلت لعالم الإذاعة من بعدها صرت عندي برنامج صباحي على قناة الدنيا قناة الدنيا السورية ضليت فيها سنتين من بعدها في عمان قناة البابلية ومن بعدها جاني عرضه على قناة AMB لحد الآن أنا فيها يعني ما شاء الله مسيرة حافلة بالنجاحات وبالعطاء أنا في أندي سؤال لأحمد يعني بما يخص هذا الزخم إحنا بنشوف بهذه الفترة زخم بمواقع التواصل الاجتماعي وبالقنوات والإذاعات هل المنافسة برأيك الشخصي شريفة في هذا المجال؟ هو يجب أن تكون شريفة يجب أن تكون شريفة ولكن الواقع للأسف لا للأسف يعني نجاح زميلي هو نجاحي أو أنا كلما دعمت زميلي كلما بدعم نفسي أكثر لأنه كلنا على الصاحة الإعلامية الواخدة فلازم أن يكون في عنا منافسة شريفة جميل جدا أنه نتنافس جميل جدا أنه كل واحد يبرز ما عنده من إبداع وتميز لكن مش نحارب بعض هي نقطة أساسية جدا مش أنه نتمنى دمار بعض أو زوال بعض وهذا اللي أسف عم نشوفه على الصاحة الإعلامية يعني هي داما ترجع أنه ما بين الحسد والغبطة الحسد اللي هو داما نتكلم أنه زوال نعمة من على الآخرين والغبطة هو مع بقاء النعمة الآخرين بحيث أنه أنا أتمنى مثل ما أتكلم قبل شوية السادة أحمد أنه كان عنده أستاذه لكن بعد عشر سنين صاره أستاذ من هذا المنطلق فهذا هو شيء جميل طبعا أستاذ أحمد شو توجه مثلا رسالة لكل شخص حاب يكون إعلامي ولو كل شخص إعلامي ولو كل شخص إنه ماشي على هذا الدرب أول نقطة وأهم نقطة لكل مشتهد النصي أكيد أنت كيف بتشتهد وأنك كيف بتشتغل حالك ستوصل أكيد الواسطة والمحسوبية هي منعاني منها بشكل كتير كبير لكن شغلك وتعبك بوصلك لأنت بدك يا أهم نصيحة لأي شخص حاب يدخل بعالم الإعلام أنك تعشق الإعلام وأنك تتحمل صعوبات كتير كبيرة حتى توصل ما أنت عليه وأد ما وصلت لسه بعد المشوار طويل كتير كتير لأنه زي ما يعرف الجمال أد ما كان فيه جمال فيه أجمل وهيك أنا بحكيك أد ما كان فيه نجاح فيه أنجخ فكل ما نحنا مشينا بالصاحة الإعلامية كل ما كانت الصاحة الإعلامية أكبر وأكبر وكل ما طبعا كسبنا قلوب الناس هي النقطة الأساسية للإعلامية فأنا بتفاجأ أنه كيف إعلامي أو فنان عنده غرور فيعني اللي بيستغربوا أنه أنت لو للناس هو مكبر للنجاح الغرور بكافة يعني الناس هي اللي عملتنا ونحن ظهورنا أمام الناس هو أكبر دليل لحبنا للناس وحب الناس إلنا طبعا يعني أحمد كمان فيه مشكلة بنواجهها أنه مع الأشخاص اللي بمجال الإعلام يتعاملوا مع الإعلام كمهنة أنه فقط أنه أنا بدي أرتزق منها فأنتحدثت بنقطة أنا كثير من الناس اللي هيك لمستني أنه لازم نحب الإشي اللي بنشتغل فيه فإذا ما حبينا مجال شغلنا سواء كنا ميديا كنا طيب فعليا ما رح نبدا أنت دايما مبدع أحمد نورتنا وشرفتنا سعيدين فيك وهذا شرف إلنا أنه تكون معنا بلقاء وشكرا على تلبيتك لدعوتنا وإن شاء الله نجاحات أكثر وأكثر في ظل هذا الزخم ولكن أنت اسم لامع في الساحة الإعلامية العربية شكرا جزيلا أحمد الله يسعدك بستعقيبا على هذا الموضوع زي ما حكيتي أنه نحب الإشي وهذا الإشي اللي أعطيته بالدورة أنه نعيش الكلمة نعيش نتفهم أكثر نلون الكلمة عشان يعطينا الصوت ويكون الصوت طالع من داخلنا أكثر حتى يعطي رخامة بالصوت وجمال بالصوت أكيد أكيد ما في أجمل منك أحمد أكيد يعني مثل ما قلت لك قبل ما يفوت هذا الوجه يبعثها في النفس التفاعل وانتو ما شاء الله عليكم لأردن اليوم وكل يوم إن شاء الله الله يبقيت يا أستاذ أحمد طبعا شكر يعني يا أستاذ أحمد على هذا التواجد الطيب واللي إحنا دائما أكيد اللي أكبر منك في يوم أكبر منك في سنة وإحنا دائما نتعلم من اللي كانت تجاربهم أقوى منا ومنستفيد منهم ونحاول نسقل ونحاول نأخذ منهم في قدر الإمكان وأكيد الوجه البشوش دائما مثل تكلم في وجهه أستاذ أحمد هو دائما يبعث التفاعل فيه صدفتنا نتحت لكن نكمل معكم مفاصل ورح نرجع لكم إن شاء الله نزموا الحمل بتخففوا الحمل اشتركوا في القناة